أعلنت حركة طالبان الباكستانية أن خان سعيد هو خليفة حكيم الله محسود الذي إثر مقتله توالت ردود فعل سكان العاصمة الباكستانية إسلام أباد العديد من المواطنين الباكستانيين حتى أولئك الذين لا يؤيدون سياسة طالبان عبروا عن رفضهم للهجمات التي تنفذها الطائرات دون طيار وقال أحد المواطنين في مثل هذه الظروف عملية الحوار ازدادت تعقيدا الآن حكيم الله محسود قد قتل ولن تعود طالبان مستعدة لحوار السلام فكيف يمكننا الاستمرار بالحوار يحدث هذا عندما يكون هناك سلام بين الجانبين وعندما تتوقف غارات الطائرات دون طيار يضيف آخر بالنسبة إلينا هجمات الطائرات دون طيار لا تقوم بأي عمل جيد محسود كان قد قتل خلال غارة أمريكية نفذتها طائرة بدون طيار يوم الجمعة في منطقة شمال وزيرستان القبلية وكان محسود قد تولى زعامة الحركة بعد بيعة الله محسود محسود قد تلاكم في كلاد منطقة شمال ثانيا